اشتركوا في القناة قفعات هامتوس حي استطاني جديد سيقام على ثلاث مراحل ليغلق المدخل الجنوبي لمدينة القدس بشكل كامل اعتبر ان هذا جزء من تصعيد حملة مسعورة لعملية تهويد ممنهجة ومنظمة في كل مناطق الضفة الغربية والكدس وهذا جزء من سياسة لبناء نظام الأبرتهايد والفصل عنصري في الضفة الغربية اخطر من ذلك الكرار الذي اتخذته الحكومة ولجنة الاستيطان ببناء مليون وحدة استيطانية خلال عشر سنوات هذه المرة تتجاوز خطورة الاستيطان السلب الأرض فبهذا التصعيد تكشف حكومة إسرائيل عن نواياها بإجهاض أي جهود للسلام لسيما بعد توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة ستؤثر على كل شيء أولا ستخلق واقع ديمغرافي جديد ستخلق واقع جغرافي جديد ستخلق واقع أمني جديد في الضفة الغربية الأمر الذي يعقد من ميلاد دولة فلسطينية الأمر الذي يعقد من إيجاد تسوية سلمية قريبة الأمر الذي أيضا سيزيد من توتير المنطقة واحتقانها ودفعها إلى المواجهات وبالتالي هذا القرار يؤثر على كامل المنطقة تكثيف الاستيطان استراتيجية قديمة لحكومة إسرائيل تطبيعها اليوم لإخماد نيران أزمتها الداخلية فجاء علاج أزمة الإسكان على حساب الفلسطينيين ومستقبلهم في الوقت الذي يسعى فيه الفلسطينيون لنيل دولتهم بصفتها القانونية والدولية تواصل إسرائيل قرصنتها العلنية للأراضي الفلسطينية نهيك عن انتهاكها المستمر للقوانين الدولية والإنسانية هذه الشوامر رام الله